أعلنت مصادر عسكرية مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادات في المعارك الدائرة بمختلف جبهات القتال بمحافظة مارب وأفادت المصادر أن أبطال الجيش الوطني يواصلون لليوم السادس على التوالي تصديهم للميليشيا الحوثية الإنقلابية وشن هجوم واسع في جبهات هيلان والمخدرة وصروع غرب محافظة مارب كما أضافت المصادر أن أبطال الجيش الوطني حققوا تقدما ميدانيا وسيطروا على عدد من المواقع المهمة وسط تراجع للميليشيا الحوثية وذكرت أن المواجهات أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بينهم القيادي الميداني المدعو الأمير الشريف والقيادي المدعو أبو صلاح الحمزي كما أسفرت المواجهات أيضا على السيطرة على عدد من الآليات العسكرية والعربات التابعة للميليشيا الحوثية الإنقلابية